النهار دا يسترق بنتكلم على السوشال ميديا وانت أكيد متابعة جيد جدا للسوشال ميديا طبعا هي إزاي بدأت تكون وراء الضغط على الوسط الفني كله لا هي وراء الضغط في الحياة كلها بس أصبحت فعلا جزء ظاهر منها علاقة الفنانين بالسوشال ميديا والمثقفين يعني كل القطاع اللي هو له علاقة بالميديا دي فجزء منهم بيجيد التعامل وعارف كيف يخاطبها وكيف يستغلها تتحول إلى ورقة لصالحه وجزء أعتقد أنه هو يشكل القطاع الأكبر في حالة تهور وتنمر ومش عارف يعمل إيه وساعات بيتورط وساعات مبعرفش يطلع تعارف عامل زي الرمال المتحركة ممكن إذا أنت بدأت قداش ترجع وفي ناس امتلقت قدر من الزكاء يجعلها تبتعد بشكل كبير ونادرا ما تلاقيهم ونجوم ما تلاقيش ليهم تواجد عبر السوشال ميديا نلوش أكاونت أصلا خالص واخد بالك وفيبعد عنها زي مثلا مثلا كريم عبد العزيز يعني نجوميته طاغية جدا لكن ما تلاقوش متفاعل عبر السوشال ميديا هو ليه صفحة رسمية بس كلها بتخص أخباره أيوة وما فيش فيها دخول في معارك ومش هو اللي بيحررها ده بتلاقي يعني مكلف ناس محترفين اللي هو الأدمن بتعصي أيوة ويعبروا عن قناعاته ومش ممكن حاجة تعدي دول قلة الأغلب على طول فاتح على على حاجة 13 على الآخر يعني فاتح على الآخر كويس فدي قطعا بتورط البعض وزي ما قلت إنها إذا بدأت أحيانا ما بتعرفش تتراجع فبتلاقي الطيار خدك هو هل دورها امتداد لدور الصحافة أم لا دي دور مختلف تماما إذا قلنا الصحافة فيها جزء معلومة توصيل معلومة فهي ممكن تتوفق مع الصحافة فكتة أنا بقول معلومة لكن إحنا زودنا فيها أكتر بيت أكتر من معلومة قطعا ما هي نفس علاقة المبدع أو الفنان بالصحافة وبالإعلام يعني مقلسون مثلا كانت علاقتها محدودة جدا بأجهزة الإعلام فيروز حتى الآن علاقتها محدودة جدا بالإعلام ومقننة وفي ناس محمود مرسي كانت علاقة نادرة بأجهزة الإعلام ما تلاويش مع أنه كان إذاعي أصلا أساسا إذاعي برافو عليك وكان إذاعي مهم وعمل عمال عظيمة كان مخرج كمان إلا أنه كان عامل للعلاقة دي كانها مش موجودة لدرجة مرة صحفية حابة تمن مع أحوار فهو رافض فخلت أبوها ممثل مش عقول طبعا عشان مجرحش حد أبوها ممثل وكان مع محمود مرسي فقدته الأسئلة قال الأسئلة عارف الإجراءات وتسجلت أبوها سجل يعني بجهاز صغير واتنشرت كانت مشكلة يعني هو أعثرها أنا متذكر أعنيها وزعل جدا كان أستاذي في معهد السينما تعرف هو خارجي لإدك ودرس إخراج كان مدرسي لإخراج حفية إخراج كان عنده عربية كده ما فهمش أوه في الأنواع لكن ممكن تبقى كادي لك يعني ده اللي أنا فاكرو لأن كلام ده ثمانييات كويس كان عربية حمرة فكان قبل ما يروح قالي ساكن في المانيا لو أظنني يا كان في الزمالك حاجة كده فكان ينزلني بعد كبر الجامعة هو يكمل وانا كنت بضبط وقتي عليه يعني آه ويميش المحاضرة اللي بعد كده أنا عايز أركب معهد أستاذ آه عشان أعرف فكان قعد نعمل حوارات كتيرة جدا كلها مش للنشر وهو وثق فيي فكان بيحكي لي الكثير فهو ما كانش يحب خلص الصحافة